اشتركوا في القناة المفدى يده الله عن اعتزازه بعمق العلاقات التي تربط بين البحرين والامارات والتي تزداد رسوخا في كافة المجالات بما يخدم المصالح المشتركة ويلبي تطلعات الشعبين الشقيقين مشيدا بالمكانة الرفيعة التي تتبوأها دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة على المستوى الاقليمي والعالمي وما حققته من انجازات ونهضة شاملة على مختلف الاصعدة تحت قيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد الانهيان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس دولة الامارات رئيس مجلس الوزراء وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد الانهيان ولي عهد ابو ظبي نائب القائد الاعلى للقوات المسلحة داعيا جلالته الله سبحانه وتعالى ان يحفظ دولة الامارات العربية المتحدة وشعبها الشقيق وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان والاستقرار وتقديرا من جلالته للجهود الطيبة التي بذلها سعادة السفير الإماراتي في تعزيز وتطوير العلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين فقد تفضل جلالته بمنحه وسام البحرين من الدرجة الأولى متمنيا له كل التوفيق والسداد في مهامه المستقبلية وأعرب سعادة عبد الرضا عبد الله خوري سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى مملكة البحرين عن فخره واعتزازه بوسام البحرين من الدرجة الأولى الذي منحه إياه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى وأكد أن هذا الشرف الكبير يعتبر ترجمة حقيقية لطبيعة العلاقات الأخوية المتميزة القائمة بين البلدين الشقيقين وقال سعادة السفير عبد الرضا عبد الله الخوري بهذه المناسبة الكريمة أستحضر وأنا في انتهاء فترة عملي كسفير لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى مملكة البحرين الشقيقة عقودا طويلة من العلاقات التاريخية والثوابت والرؤى المشتركة فضلا عن وشائج القربة والصلاة الحميمة والروابط المتينة والتعاون منقطع النظير بين بلدين يتمتعان بثقل سياسي وموقع جغرافي واستراتيجي مميز وتشتركان في سياسة خارجية تتسم بالحكمة والعقلانية والاتزان وقد بات وهج العلاقات الإماراتية البحرينية صاطعا بفضل حكمة قيادتي البلدين وأصبحت هذه العلاقات نموذجا فريدا في التعاون بين الدول وما هي إلا قبسا يستمد نوره من النظرة السديدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد النهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة حفظه الله وأخيه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل مملكة البحرين المفدأ لقد غمرني حضرة صاحب الجلالة الملك المفدأ حفظه الله رعاه منذ قدومي لمملكة البحرين وتولي مهام تمثيل بلادي في بلادي بفيض من الود والمحبة وكان جلالته يعبر كل ما قابلته عن صادق مشاعره النبيلة تجاه دولة الإمارات العربية المتحدة وكان جلالة الملك المفدأ يثني على الدوام على حكمة مبادرات الخيرة لمؤسس الدولة وباني نهضة الإمارات المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان النهيان وقد لمست ذلك عن كثب وفي العديد من المناسبات خاصة عند حضور احتفالات مملكة البحرين الشقيقة بأعيادها الوطنية ولكم تمتلكني مشاعر الغبط والسرور عندما كان يمنحني عاهل البلاد المفدأ أنا وأبناء الصغار شرف السلام على جلالته في مضمار سباقات الخيل عند حضوري لمنافسات كأس جلالته للخيل العربية الأصيلة وفي الختام أشاد سعادة السفير بالقيادة الحكيمة لجلالة الملك المفدأ والإنجازات والنهضة التنموية الشاملة التي عايشها عن قرب وحققتها مملكة البحرين الشقيقة في ظل عهد الإصلاحي الزاهر حيث رسخ جلالته معاني الحب والتسامح والانفتاح والتعايش السلمي والتواصل مع أبناء شعبه ووفر لهم كل سبل الرفاهية والراحة والأمن والأمان والطمأنينة والاستقرار اشتركوا في القناة